بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آده وصحبه أشمعين عسلمتكم مرحبا بكم الناس كلها شنية حوالكم لابس إن شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين أيوينكم لبنيت قلولي شنو وين وصلتوا في قضيتكم سيدي رمضان ريحت وفاحة إن شاء الله ربي بلغنا رمضان لفقدين ولمفقدين يا ربي ويجعلنا من صيامه ومن قيامه إن شاء الله ربي يرفع علينا البلاي والوبايا رب العالمين اليوم يا لبنات فيديو جديد روتين جديد وبرشة هرهير وعندي لكم هكا قلبي 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 معابي نحب نحكي لكم برشة حاجات صاروا المهم يا صديقاتي قبل كل شي بتنسوش اللايكات اللايكات ديما هكا تشجعوني وتخلوني نكمل ونواصل وأكل حكاية تذي كالكل حصيل المهم معوني كالعادة كوجينتي هي اللي نبدأ بها الهرج متاعلي الهرج اليومي عرفتوا الهرج اليومي هي الدنيا كده دخلة بعضها لازم نلمها ولازم نخمل وننظف والكوجينة ما توفيش ما توفيش العمر ريوفة والكوجينة ما توفيش الحصيل وصديقاتي بش نطيب معاكم هكا حويجة شتوية نهير بارد الدنيا بدت رجعت بردت سبحان الله يعني بعد ما صخنت بالجدية رجعت بردت يقولك كيفاشك انت دوام الحال على الحال من المحال تعرفوا اللي بنيت وأنا نخسر في الكوكوت أنا خليتها معنتها في الماء وجفالي ظهوري عملت في اللوفابو المهم لقيتها بارتي منها كحالتلي يعني من داخل فقلت بالليلي تعرف شو نجم نعمل لها تقولي هنا عندي شوية صابون غسلته وتوا يا لبنيت بش نبدأ معاكم أولا في تحضير طبق صحي وبنين وساهل وسريع التحضير الخضرة يا صديقاتي الخضرة مهم ياسر ناكل الخضرة ديما نوصيكم بالحق معنتها المناعة بتاعنا تواجهي الصيام لازم الواحد يتغذى بالجدية ياخذ حاجات مش بالضرورة رهو ياكل برشة لا ياكل حاجات معنتها صحية أنا عندي شوية سفن مشيت للمرشي اخذيت شوية سفن عملت منه مقرونة ما صورت لكم مشي زي من تصوير المقرونة ياتلي أخذ وانا راني نسمع كلامكم واقتراحاتكم المهم كيجاعت لي أكتر في السفن جتني دبارة باش نعمل بيها مايكرا عندي جاري حاجة جارية وعندي شوية خضرة كنت عملت قبل برودو وتوى عملت خذيت منك خضرة لبرودو شوية شوية تتشوفوا هنا عندي شوية كرافز حطيت شوية لبصل وشوية سفن سفن متاعي لبنة راني فوحته عملت له الكوركم وعملت له شوية فاح وعملت له شوية كمون وشوية ملح وفلفلاك حلو الثوء وحطيته في الزيت هذيك ولو بصل و الكرافز وباش نخليه يتجلى شوية وهناي لبنات عندي شوية تماطم كعب دي ما أنا لبنات في التجليا نعملك الكعبة متاع تماطم هذيك راهي تبننها ياسر قصيتها حتى هي وباش نحطها معاك البقية المكونة تلبصل و الكرافز و الزيت و شوية السفن خليهم يتقلوا وما يمطنق ريتو شنية من يرانوا لبنات والله مني دار ومني شارع ومني قضية ومني الدنيا لكل نهاري يبدأ شجيعا للاخر ساعات هكا نوصل مثلا ما نخلطش لمحالة نحاول نجاوب بالاقصى درجة باش نجاوب على التعليقات و باش نخدم فيديو و باش نعمل كل شي باش نوفق بين كل شي يقمروا ما هواش ساهل ما تكونش حتى فكرة هنا عندي شوية الحمص حطيتهم معاهم وزدت شوية مامي خلتهمش يتقلوا في الزيت بركة وحطيت معاهم شوية عدس راهي جزت بنينة بنينة الريحة انتحها فيوحة ما شاء الله بحاجات بسيطة بمكونات عندك في الدار تنجم تعمل ماكلة بنينة وصحية عندي شوية تماطن معجونة حطيتم غير فتماطن معجونة وشوية هريسة عربي نحليهم توق يعني يتقلوا لي شوية مع بعضهم باش نعطيهم نحط لهم الماء نعطيهم الماء إلي حصيلوا لبنات هنا زيت الماء مش ما تقودش تتقلها كاكا معانتها كان في زيتها نكثر لها الماء معطم المعجونة والهريسة العربي باش يتحلوا عشان كما ننقص خضرتي وأول حاجة باش نحكيكم عليها يا لبنات شوفوا زحمة أنا عليش مسمي الشيان متاعي فرح مسمي فرح الشيان متاعي ذكروا هالإسم ذي بالقدار خطر بالحق رهو قناتي للفرح يعني أنا كيجيت باش نتونس بيكم والله العظيم ورحمة بابا العزيز الغالي وقت لي دخلت لهالدمانة ذي عمره لي كان عندي غاية معانتها باش نربح في لولك كل أنا إنسانة واحدة نية ومنحب شكلي نبدأ نشكي ونبكي أما بفعلا أنا إنسانة واحدة نية عايشها وحدي حتى جيراني راهي ناس تخدم راهي ناس يعني وقتها مضبوط نتقابل ومرة مش مش هيكل حاجة لموجودتلك ليك معانتها في كل وقت تلقي حبيباتي وخياتي وعز الناس ونعم نقاحلى جو في الصيف متاعنا وكذا في العطل أما راهي ناس كل واحد لاهي فيه غيوانه تقول جديتي يا رحمه هنا لبنات حطيت شوية لفت شوية بطاطا يعني مش نقص الخضرة اللي عندي ونحطها وما مطهني نحكي معاكم فكي حليتها معانتها حليتها وصلت أنسر تمو ممكن فيه قصباح ونقول عليه فقط رو ما عندكمش فكرة على حاجة اسمها وحدة ما عندكمش فكرة على حاجة اسمها ما عندك غير ربي حتى راجلك عنده مشيغل وعنده خدمته وعنده يعني أنا بين أربع حيوط الله غالب أقريته وصلته وكل شي وهاني بطالة كما ألوفيت كيفي جدني الفكرة متاع أني بش نعملها معانتها وعمري وعمري ديار بش نحكي لكم حاجة جميد لفيك أنت لقوني أنا نحط مثلا عنوين متاعها جلبين مشاهدة وإلا هك حاجة ما عندها حتى علاقة بالفيديو كل فيديو حتى ساعات يقولولي بنات فاتن أعملي شوية معانتها هك عنوين التشويقية وما نعرش نحكي معاكم بكل نزاهة وبكل وضوح ديما نخمم كإني نتكلم مع واحد نعرفه يعني أنتوما بالنسبة لي كل شخص فيكم نقدروا نحترموا خطر منحبش التمويه منحبش حشاكم بلعيط منحبش حياتي عجبتني كيف ما هي بطبيعتها ببساطتها منحبش نعمل الشو منحبش نعمل الباز منحب نعيش نضحك نلعب مع الناس نحب الناس والناس إن شاء الله تكون معناتها حتى كان ما بدلتنيش لمحبة تحس أني أنا صادقة ومنيش وانترنو مني جيبش نسبة للناس أسكو أنا معناتها صادقة ولا أنا كيف ما أنا نعم أنا جسوي سو كجسوي نعم باسكولو زوت رفل كجسو يعني أنا هي أنا وما نكونش كما تحبني العباد دخالت عمري ما حسبتها حتى نعتبر روحي من أول الناس اللي معناتها من أول التوانسة اللي وريت عيلتي وريت وجهي نضحكو نلعب بالحق وقت اللي دخلت وريت ما ريتش ما نذكرش كان معناتها يوري وجهه ولا يوري أمه ولا يوري خالته ولا أنا كنت من أوائل اللي وريت خالتي واللي عملت فيديوهاتي وممكن الناس ما لقتها ما زلت ما تعرفنيش أما ترجعوا الفيديوهات تلقوا شيئة ذا لحقيقة البنات خممت يسر قبل كل شير أنا حطيت الخضرة حطيت الكرافز حطيت الثوم حطيت فيها كل شي هذي شربة فوحتها معناتها بالقداع حطيت فيها اللفاح وففل الأحمر المرحي ويعني وفاحها كامل نرجعوا الموضوع لبنائك هنا بش نحط كوركم وفلفل لك نرجع الموضوع يعني كي جيت مش نتونس بيكم مش يبدو عندي يا صاحب يعني جيت حاجة نعملها تمليلي حياتي نلجى مع شكون نحكي ونضحك ونلعب ونتبادل الأراء ودير دي ما نسألكم نقولكم هذي كيفاش تجي واذي كيفاش تجي يعني وقت لي خممت خممت على ونيس خممت نعمل حاجة في حياتي ما نقعدش جاعدة يعني أنا مش عندي مثلاً صغار وعندي حياتي وعندي خدمة وكله وجاي نحل في شان بش أنا نربح منها لا أنا جيت جيت بش نتونس بالعباد جيت بش نلجى شكون معايا جيت بش نحس روحي بش حياتي ولي عندها طعم بش بش تبدأ فما معنتها حركة في حياتي خطراً ما عندكم مش فكرة قلت لكم راهو ولا روتين روتين معنتها مدمر انك كل يوم تعاود في شي هو نفسه وحس روحك في ديبريسيون راهي بش نتكلم طوى على شنو أنا بريود اللي مشيت بحثة أمي برشا ما راجعتش على برشا مساجات خطر ما عنديش وقت خطر أكثر وقتي نحب نقعد بحثة عائلتي ونحب وقلت لكم طوى الرجع على المساجات ف جحت معنتها مع أمي وخويا ربي فضلهم والكل كيرا واحد طوى رجعت نقرأ في المساجات صدقوني يا لبنان تصدمت تغربت من الناس الكريتيك النقد لمحالة محليها محبتكم مبارشة ناس محليها وقالت كلم به وكل ثم ناس ساعت كتشوف حاجة انت تعملي فيها تفكريها انت بكل الحاجة اللي هي مش قاعدة تعمل فيها فترد الفعل بطريقة غير عادية نعرف اللي أنا حالة شان وحالة حياتي بش الناس تشوف والنقد بش يكون اما مش لهالدرجة به اللي يحكيلي يقولي انت مكش في غربة وانت منعرش شنية كيفاش انا منيش في غربة انا انا بش نحكي معناتها شوية بش ما تقولوش فاتن تستعطف ولا حاجة انا اللي مريت بيرا ويهد الجبال اما باقية قوية وما حكيتش وكانت نحكي بالحق العباد تقعد حلف اما اللي عشتوا انا في حياتي لكن انا امرأة نحس روحي قوية والقوة لله اني مواصلة حياتي واني عارفة نعيش مالجريتو اني نخلق ضحكتي واني نتحدى الصيعاب الكل مالجريتو نعطي الروحي نفس جديد نخلي حياتي عندها طعم انا نختار كل حاجة بش تفرحني كل حاجة بش تزيلي في حياتي بش قويني قلت لكم عاد انا ابسط حاجة انا كتوفى بابا عندي شهرين ما شفتوش وكان مجوش يعتبروني انا في غربة رهم كلموني كمجوش يعتبروني انا بعيدة رهم كلموني يقلولي رهم بباك داعب ركبي تويجي اما قالوا لا ما نشغشبوهاش هو والله يا رحمة كانك حتى يتعم يقولهم لا ما تكلموش فاتن بنتي تتشغشبوه بعيدة خطر بعيدة تعرفش معناتها 500 كيلومتر تعرفش معناتها انا اخر مرة مشت فيها لدارنا لعجلة متع الكار تفشتنا وحبسنا في الثنية موصلنا نركب تسعة متع سباح نوصل الاثمانية متع الليل ما تقومش حتى فكرة رهو على المعاناة رهو انسان بعيد حتى نصف ساعة حتى ساعة رهو يتسمى بعيد هذا بالنسبة للموضوع هذا فمشكون معناتها كي حطيت انا وقضيت والكل بدت تتكلم قالت لي ما فم حتى واحد محتاج لا فم ناس محتاجة هذا كل عليش يا لبنت خطر انا قلت اخويا قلنا ربي يعني يرزق كل محتاج جت لي ما فم حد محتاج تو برس والديكم تو هذا يعقل انهم فم حتى حد في الدنيا دي محتاج كنا محتاجين وكنا نستنى في رحمة ربي وفي فرج ربي اما دي ما نقوله الحمدول دي ما نطلبه ربي ونقوله الحمدول في ريمو كان قراركم معناتها لكمانتر فزا ما رأوا البنات كان بش يكون اخر فيديو كان بش نبطل الحكاية دي كنت بش نقولكم راني معاش بش نظهر حتى حد من عائلتي راني بش نطيب ونقضي ومش نقضي نعمل حاجات خفيفة حتى وجهي ما عاد شي بان فيها اما لا ما نيش بش نكون كما تحبني العباد لا انا انسانة عندي شخصيتي ومينجم حتى حد يأثر فيها بالخيب ولا يوقف لي طموحي ولا يخليني نكون غير انا فبش نواصل ولكن مع برشة تحفظات مع اني ما نرضهاش انه اي حاجة يا اخي برس والديكم هاي الناس كلها توري شنو قذت وتوري شنو عملت وتوري شنو هدت فكار للعباد يا رسول الله ولا توري معناتها الحاجة كي نعملها انا تولي فاها كدش من حكي يا اتقوا الله اتقوا الله صفوا قلوبكم يا ناس والنية قالك ان بعض ظني قذم عليش هك كي نشوفوا حد عامل جو وانا نقابلك بفرحة وانا نقابلك بضحكة انا واخويا عاملين جو انا نقابلك ببرشة جو يعني يعني الضحك راهو مش سهل بش انك تعمل تفرهد عبد راهو مش سهل رايسة عاد الواحد يمشي احسن بلاصة في الدنيا ويحس روحه مضغوط ويحس روحه مش متفرهد كي نانا تقسم معاك فرحتي ونشاركها معاك راهو 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 صعيب البرتاج الحاجات اللي باهي انه انسان بش يبرتاجها مع العباد راهو 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 كلكا معناتها باهي بش يعمل هكا مش اي انسان يقسم الباهي مع الناس فعليه عليه لأذية عليه يقول خيرا ولا اسقط خيرا تعدى مر علي مر اعمل بتحب تبرد جلبك حط جبه معاش بدنيش تصمت متعدى على روحك عليش نحنا هكا ونحنا ماناش هكا ونحنا مانعرشش يا رسول الله واحد جاي عمل كيف جاهد في دوير راهو شاي اللي انا ببرسونال مو نعمل فيه وقعدوا بلامي كلمتين راهو مفرحني راهو مزهيني راني نعمل فيه برشة كيف وبرشة محبة وبرشة عطاء راهو انا نفيق لاربعة راني نرجد ثلاثة سوائع عربعة سوائع بش نحضر فيديو بش نشارككم فيه فرحتي مانيش راني انسانة جاي نبعث في الامل هكا بتفديك بضحكة بلعبة نطير في القلق على بعضنا مانيش جاي لا نستعرض في داري ولا في معوني ولا في أذاتي ولا في لا جاي ننصحكم نوريكم ننتاخدوا أفكاري بسيطة نحب ننصح الناس من الروح للروح نحب نعطي هكا حاجة به على العباد نود الناس بالخير ودير كلامي كل الحظين وتعرفوه ننصحها من الروح للروح نودكم ونشاهكم وقسمكم ان شاء الله الناس يقولها في جنة من قلبي نقولها منيش نحكي فاكك كل اللي عملته اني في هلع واشر هذي حابت نبعث مساج تطولوا على عائلاتكم وتفكروا عائلاتكم مش كلوا تحضيرات لرواحكم الحصيلوا سمحوني كان طولتا عليكم لبنات